موسيقى شاهد على الزمن بزخارفه وتراثه تحفة من تحف التاريخ وأوابده الأثرية المشرفة على نهر العاصي قصر العظم في محافظة حما يقع في أجمل موقع وأروع مكان أثري وطبيعي شارع ببناء القصر الوالي أسعد باشا العظم في عام 1740 كمقر لحاكم حما مبتدئا بالقاعة الكبرى التي تقع في الطابق العلوي والإستبل مع مستودع العلف في الطابق الأرضي وفي عصر نصوح باشا العظم تحول القصر من بيت الوالي إلى بيت خاص بالحريم يدعى حرم لك حيث أضاف إليه السلام لك في عام 1780 ليقوم بعده أحمد مؤيد باشا العظم في عام 1824 بإنشاء قبو ملحق بالإستبل ويشيد فوقه جناحا مناظرا للقاعة الكبرى كما أنشئ أنا ذاك إيوانا بديعا وعدة غرف كبيرة مثمنة الشكل في الطابق الأرضي من الحرم لك فضلا عن حمام خاص بالقصر أطلق عليه اسم حمام المؤيدية يمتاز قصر العظم بذخارف الهندسية والنباتية والكتابية الموزعة على الأحجار والأخشاب وبالشمسيات الجصية المخرمة وبأفرة مواضيع الزخارف الخشبية في السقوف والمكتبات وبالتنصيق المدميك وجدران كما يتفرد قصر العظم الأثاري بتعدد الخيوط الزخرفية في نوافذه وتميز عن قصر العظم في دماشق بقبته السامقة التي تفرد نفسها على فضاء مدينة حمام وبعد أن تم افتتاح المتحف الوطني في حماف عام 1999 قصص مبنى قصر العظم ليكون متحفا للتقاليد الشعبية وهو بمثابة شاهد حي على عراقة التاريخ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة